كعادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لا ينجز مهمة واحدة فقط في المرة يعني على هامش المؤتمر أو على هامش القمة تم عقد لقاءات من قبل سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والعديد من الرؤساء رئيس المجلس الانتقالي في ليبيا رئيس الجمهورية التونسي كان في العديد من اللقاءات متخيلين أن نكون خرجنا بإيه من هذه اللقاءات؟ في منتهى الدقة دائما لقاءات سيادة الرئيس الخارجية بتحمل مجموعة من الملفات الرئيسية الملفات تتعلق بيمكن محور الزيارة هذه المرة القضايا الإفريقية والمساعدات الأوروبية للقارة الإفريقية والوصول إلى معدلات الاستثمار المطلوبة لتنمية القارة الإفريقية نحن بنتكلم على 150 مليار يورو سيتم تخصصهم في الفترة القادمة لتنمية القارة الإفريقية وزيادة الاستثمارات فيها لكن دائما سيد الرئيس بيحرص على عرض الجهود التنموية التي تمت في الدولة مصرية وده بيتم من خلال الصحاب وزراء المجموعة الاقتصادية عرض التغيرات التي حدثت على الأرض خاصة في مناطق الاستثمار اللوجيستي في الدولة مصرية سواء في منطقة قناة السويس أو في العاصمة الإدارية أو في العالمين وعرض الإنجازات التنموية التي تمت على الأرض وتمهيد البنية الأساسية المصرية لتقبل هذه الاستثمارات في المستقبل بما يوفر الحضانة اللازمة لنمو الاستثمارات الملف الثاني دائما سيدة الرئيس بيكون حاضر معاه ملف القضايا التي هي على اشتباك مع الأمن القومي المصري بالطبع القضايا الليبية القضايا السودانية القضايا السورية القضايا اليمنية هي من القضايا اللي دائما الدولة مصرية تحرص على توضيح موقفها فيها من معدول العالم وفي القلب دائما تظل القضايا الفلسطينية هي القضايا المحور التي تكون الدولة مصرية حريصة على التأكيد على أن حل هذه القضايا هو المفتاح لحل باقي قضايا الإقليم لأنها قضايا يتم استخدامها وتسويقها عبر آليات مختلفة لزيادة حجم وعمق تأثير الصراعات في باقي القضايا القضايا الثالثة والأهم أن الدولة مصرية تحرص على تقديم نمزجها التنموية يعني دائما الدولة مصرية تكون حريصة على إبراز ما تم في مشروع حياة كريمة باعتباره أكبر مشروع قومي تم في هذا القرن لتطوير قرى الريف المصري في الوجه القبلي وفي الوجه البحري القضايا الرابعة للدولة مصرية تهتم بها الحقيقة حقوق الإنسان والدولة مصرية في هذا الإطار بتهتم أنها توضح للعالم حق السيادة وحق الندية وأنه غير مسموح التدخل في شؤون الدولة الوطنية بأي حال من الأحوال وحجم الإنجاز الذي تتحقق في الدولة المصرية في الفترة الأخيرة عبر إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان وما تضمن هذه الاستراتيجية من ضمانات كافية لحقوق الإنسان المصري وفقا للتقاليد والثوابت المجتمعية المصرية بما يكفل حياة كريمة بالفعل لكل مواطن مصري إذا تم التعامل وإذا كانت هناك جدية خلصة ورغبة في التعاون من قبل دول العالم واحترام لسيادة الدولة المصرية التعاون ينبغي أن يقوم على هذا المستوى من التفهم لثقافات الدول الأخرى ولشعوب الدول الأخرى وللظروف التي تمر الدول الأخرى بها الملف الخامس ملف الإرهاب وده ملف الدولة المصرية معانية دايما بأنها تعرض لإنجازاتها فيه لأنهم دول كانوا أهم تحديين رئيسيين قدام الدولة المصرية التنمية والإرهاب وكيف تستطيع الدولة المصرية والإثنين كانوا مرتبطين ببعض بشدة وإزان هي وتحقق النجاح وتضحق الإرهاب تمكنت من تحقيق التنمية وتمكنت أيضا من وقاية الطرف الأوروبي الشريك الرئيسي للدولة المصرية والقرأة الأفريقية من خطر الهجرة غير الشرعية